مدينة تازروك مولاة تمنراس تتميز بجودة عالية في ملتجاتها الفلاحية بالإضافة إلى كون طربتها صالحة لزراعة مختلف أنواع الأشجار المثمرة الكروم مثل العنب والتفاح والأنجاص والرمان والخضر نفس الشيء جميع أنواع الخضر نخدمها هنا في تازروك سويق الملتجات الفلاحية يعتبرون بين أكبر العواقل التي تقف في طريق الشباب المقبلين على امتهان الفلاحة كمصدر عيش لهم الفلاح يشتكي كذلك من الأشجار التي تقدمها مديرية الفلاحة كدعم لهم والتي توقن أمراضا لم تكن أشجار المنطقة تعرفها في السابق كتجربة نحن لاحظنا أن المرض جاءتنا من ما يسمى بأشجار الدعم أشجار الدعم التي تمدها الغرفة الفلاحية أما بالنسبة للأشجار الأصلية التي تقدمت هنا وتلقمت هنا يعني فلا ما تشهاش المرض أصحاب البساتين يطالبون مصالح مديرية الفلاحة بالمرافقة وتوفيرها بعد الضروريات التي يحتاجها الفلاح وهم استعدون لدفع ثمنها المرافقة من طرف الغرفة الفياحية ناقصة جدا جدا أهم يعني أبسط حاجة على الأقل ما أنا ما تعطينيش أعطيني الدواء ما تخدمنيش أعطيني الدواء لكن الدواء ناقص جدا ليبقى السؤال مطروحا هل سيأتي يوم لغا تخلص بما يسمى بالذهب الأسود وتتوجه سياسة الدول إلى الاهتمام بالفلاحة كمورد الاقتصادي الأساسي ترجمة نانسي قنقر